ويمكن دي كلمة السر في الحياة بخلاف الأبيات الشعرية اللي قدامي بس فعلا كلمة السر في الحياة الناس دايما بتبص لأي واحد ناجح وتفتكر ان الإنسان الناجح هو محظوظ حد محظوظ ساقه القدر لشيء كان ممكن يجي لأي حد هو لا شك خلينا بقى متفقين ان الحياة كلها عبارة عن أرزاق وان الله سبحانه وتعالى هو الذي يوزع الأرزاق وان ما فيش حد في الحياة ربنا رزقوا بأي حاجة مهما ان كانت هي مادية ولا معنوية إلا بفضل محظ إرادة الله سبحانه وتعالى خلاص متفقين طيب ده يقننا تعال نبص في الأسباب اللي ربنا أمرنا بها الأسباب الطبيعي من أسباب التوفيق التوفيق ليه أسباب التوفيق ان ربنا يوفقك ان هو يديلك ان ربنا يوفقك ان انت تنجح حتى لو نجاح معنوي طيب من ضمن أسباب التوفيق ومن ضمن أسباب النجاح اللي ربنا كتبهننا في الحياة عشان فعلا ربنا يخلينا قدامنا هدف نقدر نسعاله ما فيش حد يفضل قاعد كده خلاص ربنا اللي بيوزع الأرزاق وربنا اللي بيوهب وربنا اللي بيوزع النعم فبالتالي أنا قاعد وربنا بقى ما تدنيش نعمتي وربنا ما وزعش عليها نعمه لا فعشان كده ربنا حطلنا أسس وأسباب مطلوب من نقاس عليها إيه الأسس والأسباب إن أي هدف في الحياة أي حاجة عايز توصلها الحاجة دي لازم يبقى ليها باب مقفول الباب المقفول ده بيتفتح مع الصبر إيه يا مستر ده بص بقى أنت تنمية بشرية صح لا والله مش تنمية بشرية أنا مريش في التنمية البشرية ما بحباش قوي بس يعني مش قصتنا دلوقتي بس عايز أقول لك مهمة حاجة مهمة جدا فكرة اللي أنت أمسك في حلمك وعافر أنا عايز أقول لك لما عنطرة قيل إنه عنطرة قبل كده سؤل عن سر انتصاراته إنت ليه عنطرة بتبقى شجاع جدا في الحرب معين اللي قدامك بيبقى قائد بس هو إزايك في الشجاعة قال إنما لإيه إنما النصر بالصبر وليس بالشجاعة النصر بالصبر مش بالشجاعة كل ما تبقى صبر أكتر كل ما تنتصر أكتر كل ما تبقى قدام واقف قدام الباب أنا عندي طموح في حياتي اسمه طموح خلينا نتكلم بما إن إحنا بنتكلم طلبتنا حبايدنا في سنوية عامة فخلينا نتكلم على طلب سنوية عامة أنا عندي طموح اسمه طموح سنوية عامة عندي طموح اسمه طموح نجاح في مهارة معينة عندي طموح اسمه طموح إن أنا أعمل مشروع معين طموح 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 امتى انجح لما صبر افضل واقف قدام الباب اني باب بابتنا لا يا حبي مش بابتكو باب النجاح ده باب الحاجة دي والباب هنا تعبير مجازي تفضل واقف قدام الباب مش واقف بس قاعد ما تكتهدش لا انت قاعد بتعمل اللي عليك وانا قصدي واقف ما تمشيش تفضل واقف لحد اما الباب بيتفتح لك في اللحظة اللي بيصيبك فيها يأس بعدها على طول بيتفتح لك الباب يعني يا استاذنا يعني حضرتك دلوقتي اما بيبقى عندك هدف معين انا عندي هدف السنوية العامة اللي انتصار امتى بالصبر اما تصبر عود نفسك ازاي تصبر على مواجهة الصعاب اي نجاح في حياتك اي نجاح في حياتك لازم يكون لي صعاب لازم بص خلاه متفقين هل انت متخيل للنجاح سهل النجاح في اي حاجة الدليلهم السهل ان مش كل الناس نجحة صح طيب لو النجاح سهل خلاص يبقى كل الناس نجحة مفروض تنجح هل انت متخيل ان في حد بيشوف قصاده النجاح وقول ايه دا لا انا مش عايزه ايا كان النجاح عامل ازاي لا طبعا هو اي حد بيبقى نفسه ناجح طب هو ليه مبقاش ناجح عشان بتتكلف او بالموضوع دا بيكلفه جهد والموضوع محتاج من نشوات صبر وهو ما عندوش السعدات يغصبر فهنا بنقول انت كده كده هيعد عليك السنين بس الفرق فلان عده وهو تعبان فصبر على تعبه هيكافأ اي واحد بيبذل مجهود وتعف حاجة لازم ربنا يكافأوا ويوفقوا فيها بس دي مسلمات في الحياة ما تقنعنيش مسلمات مسلمات اي حاجة تبذل فيها مجهود النهاردة لازم ربنا يكافأك عليها بكرة دا لو ما كفأكش النهاردة وبكرة مش اللي هي بكرة بكرة اللي هي بكرة في الحياة لازم تكافأ عليه فانت عندك هدف اوعى تفتكر ان الهدف ده الوصول ليه بمنطقة البساطة الطلبة دايما متخيلة ان الطلبة الشاطرة بيحبه المذاكرة ان الطالب بيخش يستمتع بالمذاكرة يفتح الكتاب كده والله الحمد لله هذاكر اخيرا اخيرا دخلت القوضة وفتحت الكتاب وانفرضنا نهو ببعض الكتاب يعني ففي اللحظة دي انت متخيل ان الطالب الشاطر بيحب المذاكرة موت وبيستنى اللحظة هو نفسه يفتل قاعد على الفيس يعمل اسكرول ما بيعملش حاجة اللي هو اللاشئ اللاشئ الجميلة الحاجة الجميلة دي وعلى فكرة اللاشئ ده حاجة ممتعة قوي اللي انت قاعد ما تعمش حاجة اللاشئ او ان حضرتك قاعد بتلعب مع صحابك او ان حضرتك قاعد بتتكلم على صحابك او ان حضرتك قاعد بتضيع وقت هل تفتكر ان النفس بتاعت اي واحد ما بتحبش الحاجات دي كلنا بنحب الحاجات دي كلنا كلنا نفسنا بتوزنا ان احنا نعمل الحاجات دي ده ان حاجة ممتعة فعلا هل بقى اللي انت تقولي تعالى بقى اشتغل تعالى بقى اقعد 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 زاكر اقعد ركز اقعد اعصر دماغك هل الحاجة دي النفس بتحبها والعقل بيحبها لا طب لما جيب طالب ولما جيب واحد ألاقي نفسه بيضغط على نفسه وصابر صابر على تحمل الضغطة دي فنقدر نقول ان الطالب ده ما يستهلش الطالب ده لو صبر قولا واحدا هينجح مش ينجح في سنة عامة قولا واحدا هيوفق قولا واحدا سنت الله في الكون يا جماعة والله سنت الله في الكون فعشان كده بنقول ان انت حضرتك لو فضلت صابر على الصعاب والله العظيم لا تنجح في حياتك والله لا تنجح شوف انا بقسم بالله لان ده يقيننا بالله انت اصلا لو اعتقدت حاجة غير كده يبقى انت يا ابني عندك مشكلة في الاعتقد في انت معندكش وسوق مش واثق في ربنا حشا لله يعني انت كده معيد تفكيرك في ايمانك لو انت مش واثق ان انا لو تعبت ربنا ايكافقني خليك دايما اتعامل مع الله سبحانه وتعالى باليقين ربنا بيعملك بظنك انت انت بتظن في ربنا ايه ظن في ربنا خير ظن في ربنا خير بقى عدم اعمل علي انا يقيني بالله ان انا هعمل علي والله ربنا يوفق شوف القسم ده مش ثقة في نفسي ده ثقة في الله اه يبقى الموضوع مش ثقة في نفس انا لا هو ثقة في الله بس انا بعمل ايه ربنا امرني بالسعي فانا يا رب عملت اللي عليا يقيني دلوقتي في مين مش في انا عملت اللي عليا تنفيذة لو امر الله يقيني دلوقتي في ربنا مش بتاعتي بقى يا رب انا عملت اخر كده خلاص بقى يبقى ربنا يقينا هيوفقني فالمطلوب من حضرتك بس اصبر اصبر احنا خلاص فاضل كلها ستشهور كلها ستشهور اصبر مطلوب من حضرتك تصبر والله لو صبرت والله لو صبرت لا توفق اصلي فيه صحابي استنى اللي فاتت ذاكره وربنا ما كرمه اوعى تقول كده اوعى اسمعك اوعى اسمعك تقول لي ذاكره وما وفقوش لان التوفيق عندنا غير التوفيق زي ما كتير من الناس بتعتقد التوفيق عندنا هو ايه ان ربنا يوفقك والتوفيق ده حاجة اكبر بكتير يا جماعة من فكرة درجة التوفيق مش درجة التوفيق مش راتب التوفيق مش مكسب صفقة نطلعت بها وخلاص التوفيق مش كده التوفيق حاجة احمق يا جماعة حاجة احمق والله حاجة احمق في حياتك عارف يعني تعيش موفق موفق يعني سعيد يعني ما تخش في حاجة لربنا يوفقك عايزي تاني قولي قولي عايزي تاني ما تخشش في حاجة لما ربنا يوفقك الدنيا خلصت لحاجة خلصت والله اتعارف لما تبقى إنسان موفق فتلاقي قولك يا عم ده فلان ما يحطش ايده في حاجة اللي ما تكسب هو مش شطرة منه والله هو توفيق توفيق من ربنا بس مش اكتر هو ولا شطر ولا حاجة هو ممكن يكون ربنا وهب وزكاء وممكن ما بقى الزكي فيه ناس تشوف كي يقولك ده 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 يبقى معاه مش عارف ايه هو مش شطرته هو ربنا ووفقه لسبب ما الراجل ده أكيد عمل حاجة تستاهل التوفيق فربنا ووفقه فأنا بكلمك عشان كده بقولك من البداية يا حبيبي انت في سباق السباق مش إن انت تجيب درجة أعلى السباق اللي انت تثبت لربنا اننا تعبت وعملت اللي علي خالص علشان يا رب أنا يقيني انت هتوفقني وخليك طول ما انت ماشي ما تتوترش بقى ما لقاكش حزين ولاقاكش مكتئب وحط الطاجن ستك فوق دماغك وكل ما حد يكلمك أنا حزين أنا الدنيا صعبة بالنسبة لي مش قادر ألم الدنيا الدنيا مبعترة أنا حاسس وتفضل تأني بنفسك وتفضل الشيطان يفضل يزيل لك ويفضل يضخم لك الموضوع ودايما الشيطان اللي عبته التضخيم التضخيم يفضل يضخم لك الحاجات قوي 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 يعمل عملية التضخيم قد كده فيحس تحس ان انت قدام ايه ده ايه كم التشتت ده ايه كم المذاكرة دي ليه 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 اوعى تستجيب للشيطان في الحتة اوعى الشيطان يخدك في سكته اوعى الشيطان مش عايز اي حد بناجح في حياته خالص مش عايز اي حد بيبزي المجهود مش عايز اي حد بصابر مش عايز اي حد يعمل اللي عليه عارف ليه عشان بعد كده ده هيكودك لفكرة تسيق ظنك بربنا بقى لقى فكرة ايه او انا ليه صاحبي جاب وانا ما جبتش انا ربنا ظلمني لأ ما ظلمكش انت اللي ظلمت نفسك ولا وما ظلمناهم ولكن انفسهم كانوا يظلموا فهو عتقول كده خلاص فالشيطان هيفضل يستدركك عشان في الاخر انت تسيق الظن بالله سبحانه وتعالى فاحسن الظن بالله واعمل اللي عليك واصبر دايما نفتكر حطه قدامك كده بعد سنة من دلوقتي لأ بعد سنة ايه بعد ست شهور من دلوقتي هتتمنى لو انت بدأت دلوقتي بعد ست شهور من دلوقتي هتتمنى لو انت بدأت دلوقتي والله فاللعبة كلها صبر صبر مدة انما النصره صبره ساعة انما النصره صبره ساعة انما النصره صبره ساعة ودايما نخليك فاكر قوله عن طرح عن طرح شاعر جاهلي شفت واحد جاهلي اصلا معاش في الاسلام قال انما النصره بالصبر فاللي بيفهم قواعد الحياة بريح فمجرد ما تكتشف قواعد الحياة وتلاقي حد ينصحك يقول لك خلي بالك يا ابني في شوية قواعد في الحياة لو انت اخدت بيها هترتاح في حياتك فاو انت شغال مش هيهمك فلان بيتكلم علي بص ده بيتعني في ظهري وده بيقول علي في ظهري ايه يبا يقول 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 اللي يقوله انت معاك قواعد الحياة فمعاك قواعد اللعبة ففهم اللعبة تتلعب ازاي خلاص طيب نرجع لموضوع